السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نستعرض مع بعض طريقة تنزيل واجهة شاومي الجديدة MIUI 13 اصدار البتا. طبعا هذه الواجهة ليست متاحة لجميع الاجهزة ولكن عدد كبير من الاجهزة قادرة ان تتحمل هذه الواجهة الجديدة. طبعا هذه الواجهة لا تحتاج لجهاز كمبيوتر فقط تحتاج للجهاز الموبايل اللي عندك. ومهما كان نوع جهازك حاول تابع معنا الشرح. جهازك قادر انه يحمل نسخة البيتا او لا. طبعا نسخة البيتا حاليا تعتبر شبه مستقرة. لذلك تابع معنا الشرح حتى النهاية. واذا كنت غير مشترك بالقناة. اتمنى منك انك تشترك بالقناة. وتفعل الجرس حتى يصلك كل شي جديد من عدنا. خلينا نبدأ. راح تظهر عدنا الواجهة بهذا الشكل. نختار منها او نعمل بحث MIUI. طبعا راح يظهر عدنا عدة برامج. نختار منها MIUI داونلودر. هذا البرنامج نيوز. طبعا هذا البرنامج اللي راح نحمله انا راح اترك لك ايه البرنامج اسفل هذا الفيديو. تضغط عليه ضغطة واحدة. طبعا قم بتثبيت هذا البرنامج. انا قمت بتثبيت هذا البرنامج مسبقا. لذلك انت قم بتثبيت هذا البرنامج. طبعا النسخة مضمونة مئة في المئة. وان شاء الله ما فيها اي مشاكل او ما فيها اي صعوبات. مجرد انك تتابع مع الفيديو حتى النهاية. مشان ما يصير معك اي مشكلة. ان شاء الله. طبعا بعد ما تمت بتحميل البرنامج. اضغط على فتح. طبعا راح تظهر عندنا بهذا الشكل. هنا نوعية الجهاز اللي انت حامله مثلا ان كان ميداعش لايت او ميداعش او ميداعش تي برو. اي جهاز اللي موجود. اي جهاز موجود عندك. تقوم بالبحث عنه بهذه القائمة. طبعا اذا ما وجد اذا ما ظهر عندك بالاعلى. تقوم انت بالبحث عنه بشكل يدوي. طبعا هون القائمة الكل. وفي قائمة ريدمي. وفي قائمة بوكو. نضغط على قائمة بوكو. انا جهازي بوكو اف ثري مثلا. نقوم بالضغط على بوكو اف ثري. بعد ما قمنا بالضغط على بوكو اف ثري. طبعا تظهر عندنا عدة قوائم. هاي القائمة الاولى الخضرة. هاي القائمة عبارة عن الرومات المستقرة. هذا الرومات اساسية تنزل تحديثات كل شهرين الى اربعة شهر. طبعا انت اذا كان جهازك اجدت روم حديثة. تقدر تنزل الروم مباشرة ما تستنى حتى يتصلك الروم عن طريق التحديث الهوائي. القائمة الثانية هي عبارة عن طبعا الرومات مطورة من قبل الطرف الثالث. طبعا احنا ما اننا علاقة بها هاي ايضا. حتى نتركها. شغلنا كلياته القائمة الثالثة. ام اي 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 بيتة. نضغط عليها ضغطة وحدة. تظهر عندنا جميع هذه القائمة. طبعا هاي تحديثات لقائمة ام اي 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 ثلاثة عشر. طبعا هون اللاحظ انه هذا اصدار ثلاثة عشر. وفي احداث وفي تحديثات اجت قبل. هون عندنا اخر اصدار نزل هو تسعة عشر واحد الفين اثنين وعشرين. نضغط عليه ضغطة وحدة. يبدأ بالتحميل. نلاحظ انه بدأ بالتحميل هنا. حجم هذا الملف حوالي اربعة جيجا فاصلة واحد وثلاثين. طبعا ما راح نستنى حتى يخلص تنزيل. راح اقوم بتوقيف هذا الفيديو. وارجع ان شاء الله بعد ما يتم التحميل. طبعا بعد ما ضغطنا على الضبط حول الهاتف. نختار اصدار ام اي اي اي. هنا ظهر عندنا الاصدار الموجود حاليا هو اثناش ونص. ام اي 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 اثناش ونص. نضغط عدة ضغطات حتى تظهر عندنا ميزات المحدثة الاضافية مشغلة. حوالي اثناش ضغطة تقريبا. بعد ما ظهرت عندنا هاي الاشعار نقوم بالضغط بالاعلى. في عندنا هون ثلاث نقاط بالاعلى. نضغط عليها. نختار اختيار حزمة التحديث. بعد ما ظهرت اختيار حزمة التحديث. بعد ما ظهرت عندنا هون نذهب الى داونلود. نلاحظ انه الاصدار موجود عندنا. نقوم بتنزيل هذا الاصدار. والضغط على موافق يبدأ بالتنزيل. ومبروك عليك نسخة ام اي يو اي ثلاثة عشر. ولو عندك اي سؤال او استفسار اتمنى منك انك تسألني ايا او تكتب لي اياه بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. مش نزوه من القناة. عبروك الكبتوره.